استأنفت مجموعة سونتراك الجزائرية أنشطتها في ليبيا المتعلقة منذ 2015 بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد وعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفص أن سونتراك رفعت القوة القاهرة عن أنشطتها في البلاد وأن شركة استلمت اختارا رسميا من المجموعة الجزائرية باستئناف أنشطة الاستكشاف والاستكمال الانتزامات التعاقدية في القطع الممنوحة لها بمنطقة حوضغ دامس هذا وعلقت الشركة الجزائرية نشاطها في ليبيا أول مرة في 2011 وعادت للنشاط في 2012 قبل أن تتوقف ثانية في 2015 بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد